أنا سأتحدث الآن عن موضوع أهام يعني عن أن هناك مخطط ربما لاستهداف الجيش الوطني بشكل مباكر يعني يعني بالأمس أول أمس صدر قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإشاءة قوة عسكرية مسمى درع الوطن من حقه أن يصدر هذا القرار طبعا هدد بعض أعضاء المجلس الانتقالي بأن هذا القرار غير شرعي وغير قانوني لأنه ما فيش حاجة يسمها رئيس هناك حاجة يسمها مجلس يفترض أن القرار لا يصدر إلا بموافقة كل أعضاء المجلس هذا موضوع آخر لكن خليني أتحدث عن هذا القرار الذي أصدره رئيس يسمى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وهو دستوريا أي رئيس هو القائد العلال القوات المسلحة وقيل أن هذه القوة التي تسمى درع اليمن ستتبع أو هي إحجار القائد العلال القوات المسلحة لا يوجد إعتراض من ناحية الشكل في الموضوع يفترض أولاً أن تكون هذه القوة وطنية مدخلاتها أفرادها يمثلوا كل الجغرافية اليمنية من التعز والحديدة وصنعة والمحويت وريمة وصعدة والجوف ومأرب والاحج والظالع وعدن والمهرة وشبوة وكل سقطرة وكل مناطق اليمن كلها تكون هذه القوة من كل هذه المناطق وهي من كل هذه المناطق بعيدة عن الولاء المناطقي والمذهبي والطائفي والحزبي والعربي يعني هذا الشروق يعني مش ممكن مثلاً أن يكلف قائد عسكري يجنب مثلاً في صنعة أو في الجوف وهو بهواء مذهبي أو مناطقي يبحث في هذه المنطقة عن من يؤمن بمذهبه أو بحزبه أو بهويته ويأتي ويقول هذا ليمثل الجوف أو هذا ليمثل المرب لا أنا أتكلم عن وطنية خالصة مبرأة من كل هذه الهوية المذهبية والطائفية والعرقية والحزبية والمناطقية والسلالية وغيرها أن تكون الهوية الجامعة هوية وطنية خالصة هذا أول ثم أن قيادات هذا التشكيل أيضاً قيادات وطنية خالصة ومؤهلة ومحترفة وأن لا يكون الحزاب اليمنية ولا المذهب أي دور أو نشاط أو علاقة بهذه المؤسسة في هذه الحالة يستطيع القائد العلاق وهذا موجود في دول كثير من العرب أن يقول أن تشكيلاً من القوات المسلعة أو عدد من القوات المسلعة لواء أو فرقة أو مدموعات كثائب يتبع القائد على القوات المسلعة وتحت سيطرة وظن التنظيم وزار الدفاع أو تنظيم القوات المسلعة هذا واضح من الناحية النظرية من الناحية النظرية إذن أمامنا المثال قوات درع الوطن كيف تقيمها من خلال هذه الشروط أصبر عليها لحظة الوقت يا سيد تلواء وأريد أن أخذ منك الإجابات أرجوك تمام اللي حصل الآن يعني يقال أن قوات العمالقة بهوية سلفية وقوات الساحل تتبع الإمارة العربية المتحدة وقوات وهذه طبعاً بالنسبة للقوات اللي في مارب صحيح أن الإصلاح موجود ولكنه لا يمتلك السيطرة المطلقة على هذه القوات المعنى أنا أتكلم عن جانب عن ما يجري الآن في هذا القوة الموجودة الآن في تعميم صدر أمس إلى قيادة قوات العمالقة أنه سيتحول اسم قوات العمالقة إلى قوات درع الوطن بناء على قرار القائد على قوات المسلحة وقرار آخر صدر بتعيين الصبيحي بشير قائد قوات درع الوطن وهذا من تلاميذ الأستاذ الوادعي رحمه الله وهو أبو السلفية في اليمن يعني من تلاميذ دمات دار القرآن نعم يا عزيزي يعني تقصد أنه ليس له صفة عسكرية من قبل وليس له صفة عسكرية يمكن أن يتدرب ممكن أن يعد لكن يعد بهوية وطنية خالصة مش هوية مذهبية الجيش حينما تتخلى له السلالات والمناطق والمذاهب والأهواء الحزبية لا يمكن أن يكون جيشاً وطنياً سيكون مجموعة من التشكيل ما وحصل الآن عندنا في اليمن مجموعة من التشكيلات القتالية بهويات مختلفة لا علاقة لهم بالوطن طيب أنت برأيك الآن سيادة اللواء لماذا تم تشكيل هذه القوات باسم درع الوطن وتوليتها لقادة من السلفية الجامية برأيك لماذا؟ أنا تهيأ لي أنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية أنها اكتشفت مؤخراً أن الإمارات العربية المتحدة تريد أن تحل محلها بقوة في اليمن وفي غيرها من المناطق مع أننا وأنت تعرف هذا الكلام وحضرتك وغيرها تحدثوا كثيراً عن طموح الإمارات العربية المتحدة التي بلا رقب وتم تحذير المملكة العربية السعودية من أن اللقمة الأولى الصائغة بعد السيطرة الحوثيين وإيران على اليمن هي المملكة العربية السعودية ودول الخارج لم يستعبوا هذا الآن تريد أن تتجاوز هذه المشكلة مع الإمارات العربية المتحدة فبدلاً من أن تنشئ جيشاً وطنياً يمنياً خالصاً أنشأت هذه التكتلات وكان أول قصيدة كفر أول قصيدة كفر وتدربت أولاً في السعودية في شرورة أنا مش أقول هذه معروف يعني نعم أنا تدربت في شرورة وفي المناطق الشمالية الغربي هذا صحيح يعني أنا لا أقول هذا لكن هذا ما حدث بالفعل نعم وقيادتها أيضاً وراءة التام